أقر صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأربى الخطة التنفيذية للمشاريع والبرامج الاستثمارية والتنموية للصندوق العام المقبل 2022 وتضمنت الخطة مشاريع جديدة لتطوير البنية التحتية التي اعتزم الصندوق تنفيذها خلال العام المقبل واستكمال المشاريع قيد التنفيذ التي بدأ الصندوق بتنفيذها خلال العام الجاري وبالإضافة إلى مشاريع التحسين والتشجير والإنارة وإنشاء المجسمات الجمالية وتحسين الدورات والتقاطعات في الشوارع الرئيسية واستمرار أعمال التشجير في الشوارع والمدارس والمستشفيات والمباني والمرافق الحكومية فضلا عن تحديث وتطوير المعدات والآليات ووسائل النقل الخفيفة والمتوسطة والثقيلة لدى الصندوق وإدخال معدات وآليات جديدة إليها لمواكبة التوسع المستمر في أعمال النظافة والتحسين في مدينة مأرب في ظل ما تشهده المدينة من نهضة شاملة في كافة المجالات وفي الاجتماع استعرض مدير صندوق محمد عطية تقرير السنوي للصندوق خلال 2021 وأشار إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل صندوق في ظل محدودية الموارد وأشهت الإمكانيات المتاحة واستمرار النمو السكاني والتوسع العمراني في مدينة مأرب جراء استمرار موجات النزوح المتواصلة إليها مما يفاقم الأعباء ويضاعف حجم الاحتياجات المتزايدة لخدمات أعمال النظافة في شوارع وأحياء ومخيمات وتجمعات النازحين في المدينة وضواحيها